يا نهتنا الله مائئا لما حسنتي يا نهتنا يا نهتنا يا محياتي يا محياتي الموسيقى حرام الموسيقى حرام بيقمع المذهب الأربعة فكرة لا يوجد اتفاق بين المذهب الأربعة وزيدك من الشعر بيت كما يقولون لا يوجد اتفاق في مذهب واحد على تحريم الموسيقى اسمك الكريم؟ والخلاف بين العلماء حول ثماء الآلات خلاف قوي معتبر بل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر الطيار زوج السيدة زينب رضي الله تعالى عنه كان يعقد مجلسه بجواريه يغنينا له على آلات الطرب صحابي في مكة المكرمة في مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض واشتهر ذلك بين أهل الحجاز أكثر من ثلاثين إمام من كبار علماء أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة قالوا بأن سماع الآلات لا يعود إلى ذات الآلات وإنما يعود إلى الأثر الذي تحدثه الآلة على المستمع فإن كان سماع الآلة هيج فيك معنى راقيا فالاستماع إليها راقا وإن كان صوت الآلة أو لحنها أو تطريبها هيج فيك شيئا سيئا فالاستماع إليها حرام في تلك الحالة أعطيك مثال لمن قال بمثل هذا القول حجة الإسلام الإمام الغزالي الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي أحد أعظم وأكبر فقهاء الشافعية له كتاب البسيط والوسيط والوجيز وله مع ذلك المستصفة في الأصول من أقوى كتب الأصول الشافعية أعداد كبيرة مشوا على هذا الاختيار طيب أنت دعوة مفتوحة للشباب يسمعوا أغاني لا دعوة أولى لي ولك أن لا نحجيرها واسعة دعوة لي وللشباب أن يستفيدوا من مساحات التنوع لإنضاج الرشد لديهم يعني إيه إنضاج الرشد لديهم يعني أنا خط بقول واحد من العلماء القائلين بجواز الاستماع للآلات ما دام الأثر غير سيء يبقى أكون رقيب على نفسي أستمع موسيقى بذوق يعني مثلاً واحد يسمع السيدة أم كل ثوم ما الشيء السيء الذي يمكن أن يثير عنده خصوصاً إذا كان عد مثل دعاني لبيته لحد باب بيته لما تجلالي بالدمع ناجيته أنا أسمعها يا سيدي شعيب سامحني الشيخ إن الشيخ الإمام الكبير محمد سعيد رمضان البوطي كان يسمعه الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يسمعه الشيخ محمد الغزالي كان يسمعه الفكرة إيش هي الفكرة إيش الخطاب الموجه للي يسمع لما تسمع أنت أحد ثلاثة أشخاص إما تقني تعرفون التقني اللي أذنه مع الدقة الموسيقية المقام طلع صح ولا ما طلعش صح العربة والعرب طلعت صح ولا ما طلعت صح الهرموني بين الآلات هارموني بين الآلات مشي صح ولا ما مشي صح هذا تقني فقط واحد ثاني تقني لكنه يذوق معنا هذا الذوق المعنى يهيج في داخله إما شوقا إلى الله الذي خلق هذا الجمال في انسجام أصوات البشر مع أصوات الآيات أو شوق إلى زوجته حبيبته أو هي شوق إلى زوجها حبيبته أو تكون سبب في صلح بينه وبين خطيبته بعدما كادوا يفسخوا الخطوب بس مشارع الله يعني مش انتبهوا الفكرة إيش أن يا جماعة والله لا يمكن أن يكون الدين عدو لآدميته أو أن تكون تستمع عليها فتقع في المحذور الذي من أجله حرم ساداتنا العلماء الذين حرموا الاستماع كان الغالب في عصورهم اقتران آلات الموسيقى مع الخمر ومع الممارسات الرغيلة فأصبح الأمر على ذلك على أنه لم يصح حديث كما ذكر ذلك الفقهاء في المداهب الأربعة نفسهم اعترفوا أنه لم يصح لديهم حديث في تحريم الآلات الموسيقية بل إنه صلى الله عليه وسلم سمع الدف ولما أنكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الجواري يعني فتيات كنا يغنين في بيت رسول الله عند السيدة عائشة يوم العيد يغنين بيت الدفوف فدخل سيدنا أبو بكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله أراد أن يسجرهن وكان النبي مستلقي نائم فرفع الغطاع الرأسي وقال دعهن يا أبا بكر فإنه يوم عيد ينسب الناس تفرح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم العيد رأى الأحباش يرقصون في مسجد رسول الله تعرفون؟ ناس من الحبشة غلمان من الحبشة يرقصون يزفنون يلعبون بالحراب في ثلاث روايات في البخاري موجود فيها يزفنون وفي مسلم والإمام النوي قال يزفنون أن يرقصون يرقصوا زي الحجل كده رقصة الأحباش وهم يلعبوا بالرماح فين؟ فين؟ في المسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم يغنون بمدح سيدنا النبي باللغة الحبشية يقولون محمد رجل صالح سيدنا عمر أخوة حصيات من المسجد أخوة إيه في المسجد سيدنا عمر عنده غيرة على وقار المسجد بس الغيرة العمرية بحاجة إلى إيش؟ إلى السعى المحمدية فسيدنا رسول الله قال له يا عمر إنه يوم عيد يعني فرح في رواية أخرى كمان قال له إيش؟ يا عمر إنهم بنوا أنجشة يعني إيش بنوا أنجشة؟ يعني ثقافتهم إحنا العرب في الجزيرة العربية أو في مكة مش من ثقافتنا نرقص في مكان نحترمه مثلا هم ثقافتهم يعبروا عن الاحترام بالرقص في أفريقيا احترم ثقافة غيرها الرسالة الثالثة قال له دعهم يا عمر حتى تعلم يهود أن في ديننا سعى أكثر من هذا خذوا الرابعة التفت لسيدتنا عائشة وهي في حجرتها قال يا عائش أتحبين أن تنظر إلى لعبهم؟ تحب تشوفي الاستغراض اللي هم عمدينه؟ قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم يا رسول الله أحب أن أنظر فوقف على الباب ووقفت خلف رسول الله ثم بعد قليل التفت إليها النبي وقال اكتفيت قالت فقلت لا لسا عاوزة تشوفي قالت حتى مللت ورسول الله واقف فوضعت خدي على كتف رسول الله فدخل بي إلى الحجر مللت دي كم المدة تمام؟ فأخذ بالكم فالشاهد يا شعيب أن نسأل فيها ساعة فلا نحجر واسعاً في مثل هذا الأمر